تتحرك بوصلة الوضع في قطاع غزة وفقاً لمصالح حركة حماس وداعمها فتارةً تتجه البوصلة نحو التصعيد مع إسرائيل وتارةً أخرى باتجاه التهدئة إذ يصبح كل إعلان للتهدئة أو أي خطوة للتصعيد مجرد تحرك تمليه متطلبات السوق السياسي في بيان صدر عن مكتب رئيس الحركة إسماعيل هنية أعلنت حماس التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد وتثبيت التهدئة مشيرةً إلى أن هذا التفاهم جاء بعد جولة حوارات واتصالات مع الجانب الإسرائيلي بيان حماس أوضح دور الممثل القطري السفير محمد العمادي في التوصل إلى هذا الاتفاق وبعدما وجهت حماس الشكر إلى قطر أضاف بيان الحركة أنه سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع التي تخدم قطاع غزة وكشف البيان أن اتفاق التفاهم شمل زيادة المنحة القطرية لحماس لتصبح 35 مليون دولار هي إذن صفقة كما يراها البعض أو تهدئة مشترات وفقاً لوصف كثيرين